سؤال الخامس كيف يمكن التمييز بين الأحجار الكريمة الحقيقية وبين أحجار الزينة المقلدة صناعيا من الزجاج أو أكسيد الألمونيوم السؤال ده مهم جدا وبييجي كتير أوف سنوية عامة من خلال معلوماتك عن الصلاة ده إزاي تفرق ما بين أحجار الزينة الحقيقية وأحجار الزينة المقلدة لو جبت لك باللورة كده أو بتاعت كريستالة وقلت لك دي اتماسة تعرف منين هي حقيقية ولا مقلدة خلي بالك حقول لك معلومة خطيرة جدا غالبية الأحجار الكريمة الحقيقية الصلاة دتعيدها أكبر من 7.5 إنما أحجار الزينة المقلدة الصلاة دتعيدها أقل من 6 تمام أنا عايز أسمع الإجابة بقى من حد لو أنا استخدمت مثلا مبرد صلب أنت عارف إن المبرد الصلب الصلاة ده بتاعته كام؟ سبعة أو استخدمت لوح المخدش اللي صلطته 6.5 سواء مبرد صلب صلطته 7 أو لوح المخدش الخازة فيه اللي صلطته 6.5 حقدر أميز بي ما بين أحجار الزينة الحقيقية وأحجار الزينة المقلدة بص معايا كده أنا دلوقتي عندي أحجار زينة مقلدة ححاول أحكها بمبرد صلب حلاحظ إن مكان المبرد الصلب استطعت أن أخدش في أحجار الزينة وبالتالي أتأكد إن صلطتها أقل من سبعة وهذا يتعارض مع أحجار الزينة الحقيقية اللي الأحجار الكريمة بدام المبرد الصلب قدر يخدشها يبقى صلطتها أقل من سبعة وإنت عارف إن أحجار الزينة الحقيقية صلطتها أكبر من سبعة ونص في حين لما أنا جبت أحجار زينة حقيقية وحاولت خدشها أو حكها بمبرد صلب وجدت إن المبرد الصلب لا يترك أثر عليها وبالتالي أتأكد إن صلطتها أكبر من سبعة ونص أو على الأقل أكبر من سبعة وبالتالي فهي أحجار زينة حقيقية سرقم 6 وضح الأشكال المختلفة للبلورات البلورة أصلا لها أسطح مستوية خارجية الأسطح بتاعة البلورة ده تعرف بالأوجه البلورية عشان كده يتحدد الشكل الخارجي للبلورة تابعا لدرجة نموها في الاتجاهات الفراغية السلاسل لها سين وصاد وعين أو X, Y و Z ويكون الآتي خلي بالك بقى تكون البلورة متسوية الأبعاد إذا نمت بنفس الدرجة في كل الاتجاهات لها سين وصاد وعين لها الـ X, Y و Z وتكون البلورة عمدانية إذا نمت في اتجاه واحد أكثر من الاتجاهين الآخرين أو تكون البلورة إبارية إذا زادت الاستطالة في هذا الاتجاه تكون البلورة كرصية إذا نمت في اتجاهين أكثر من الاتجاه الثالث ومع الاستمرار في النمو تتفلطح البلورة وتصبح صفائحية السؤال السابع قعد كتابة العبارات بعد تصويب ما تحتهو خط فيها من أهم المعادن التي تتميز بمكسر محاري الهلاي خطأ طبعا الصحي بتاعها من أهم المعادن التي تتميز بمكسر محاري هو الكوارتز سؤال رقم 8 اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس تابعا لمقياس موث للصلادة تكون صلادة التوباز 3 ولا 9 ولا 8 ولا 4 تعال نقول مقياس موث للصلادة كده تلك جبس كالسايت فلورايت أباطايت أرسوكليز كوارتز توباز كوراندوم ماس يبقى التوباز هنا هو اللي صلاته 8 يبقى إذن تابعا لمقياس موه للصلادة تكون صلادة التوباز 8 سؤال رقم 9 اذكر المصطلح العلمي قدرة المعدن لمقاومة الختش المعدن لما يبقى صلب شوف أنا قلت الإجابة هو المعدن لما يبقى قوي وله القدرة على مقاومة الختش يبقى المصطلح ده هو الصلابة أو الصلادة مصطلح مادة طبيعية لها تركيب كيميائي محدد وشكل بلوري ثابت ده اللي هو تعرف مين المعدن المعدن هو مادة طبيعية لها تركيب كيميائي محدد وشكل بلوري ثابت سؤال العاشر عرف كلا مما يأتي خاصية عرض الألوان الشفافية المخدش أول حاجة خاصية عرض الألوان في حاجة تانية تسمى خاصية اللقلقة حاجة بتبرق وتتلقلق وأحياناً تسمى عين الهر نظراً للبريق اللي بتظهره خاصية عرض الألوان تسمى أحياناً تلاعب الألوان نتيجة حركة المعدن أمام عين الإنسان ومعلومة ليك من أشهر المعادن التي يوجد بها هذه الخاصية هو الماس الماس حاجة غريبة جداً له القدرة على أن يفرق الضوء إلى أحمر وبنفسجي يعني لو بصت للماسة من ناحية تظهر لك بلون أحمر ولو بصت لها من جنب آخر تدي لون بنفسجي وهكذا فلها القدرة على عرض وتباين في الألوان عشان كده الماس حجر كريم ليستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات اللي هي الغالية قوي خاصية اللقلقة أو عين الهر دي أشهر المعادن اللي موجود بيها خاصية اللقلقة أو عين الهر معدن غالي جداً يسمى معدن الأوبال ده حفظ لازم تعرفه معدن الأوبال يوجب به خاصية اللقلقة أو عين الهر نتيجة تموج بريق المعدن ذي النسيج الأليافي أما الشفافية هي قدرة المعدن على إنفاز الضوء خلاله لما أقول لك دي حاجة شفافة عشان كده جات في سنة من السنين رح أقل له إيه أذكر فرقاً واحداً بين خاصية عرض الألوان والشفافية الطلب أعرفه دي وعرفه دي طبعاً كده غلق أنا عايز فرق واحد خلي بالك الإجابة خاصية عرض الألوان تعتمد على إنعكاس الضوء حاجة بتبرق قدام عينيك فبتعكس الضوء اللي نازل على عينيك إنما خاصية الشفافية لا تعتمد على إنعكاس الضوء بل على نفاز الضوء يبقى خاصية الشفافية تعتمد على نفاز الضوء من خلالها من خلال المعدن إنما خاصية عرض الألوان تعتمد على إنعكاس الضوء لذلك إيه هي الشفافية؟ هي قدرة المعدن على إنفاز الضوء خلاله عشان كده بأسم المعدن إلى ثلاث مراحل معدن شفاف معدن نصف شفاف معدن معتم أما المخدش فهو لون مسحوق المعدن نتيجة حقه في قطعة خزف خشن اللي احنا بنسميه لوح المخدش اللوح ده بيبقى خشن غير مسقول بحك فيه المعدن وبضع ورقة بيضة لون المسحوق اللي نازل من خلاله أقدر أحدد اسم المعدن اللي عندي لون المخدش سابت يعني إيه لون المخدش سابت في المعادن التي يتغير لونها لتغير نوع أو كمية الشوائب يعني ده حاجة قوية جدا في التعرف على اسم المعدن عشان كده علماء الجيولوجيا بياخدوا معهم لوح المخدش أثناء الرحلات والتنقل لأ معدن مش عارف اسمه هو عارف إن اللون بتعمس حوقه لو كان لونه كذا يبقى ده اسمه معدن كذا ويبقى معاهم مجلدات فبيحك المعدن في لوح المخدش ومن خلال لون المسحوق اللي نازل يقدر يتعرف على اسم المعدن ترجمة نانسي قنقل